بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الرابع والثلاثون من مجالسنا التكوينية في العقيدة السنية بعدما أنهينا الكلام حول مذاهب عقدية باطلة وكان آخر ما ذكرنا مذهب التفويض وما يقول إليه فنعرج الآن على مسألة هي ضمن هذا المعنى وهو ذم الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة هذه المسألة ألا وهي المنطق الأرسطي وخطره ولكن سأختصر اختصارا شديدا وأذكر هنا ما هو بمثابة المتن فقط لأن هذا المنطق اشتغل العلماء قديما عندما كان في أوج قوته بالرد عليه وأطالوا جدا وتناولوا كل شبه الفلاسفة فيه ومن ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه له مصنفات كثيرة في هذا وكذا الغزالي وكذا ابن القيم رحمة الله عليه له مؤلفات فيه وذكره ورد عليه غير مرة في النونية وغيرها أولا لا بد أن نعرف ما هو المذهب الأرسطي مر العقلاء في اليونان على فوضى عارمة جدا لأنه تغلغل فيهم فكر خطير وهو التشكيك في الثوابت واليقينيات وهذا بعدما انتشرت مقالات السوفستائيين بينهم إلى أن أتى رجل يقال له سقراط فسعى هذا لتنظيم هذه المقالات ولكن بقيت شوائب منتشرة وتناقضات فجاء تلميذه أفلاطون وهو الفيلسوف المعروف فجعل العقل وما يدركه هو العبرة المطلقة وتلقى الناس في ذلك الزمن هذا المبدأ بالقبول حتى جاء تلميذه أرسطو ويسمى أيضا أرسطو طاليس وقيل في معنى هذا الاسم محب الحكمة ونظر في مقالات شيوخه السابقة واستقرأ منها قواعد وأسسها حتى صار هذا علما قائما بذاته وانتشر في كثير من الأمصار وترجم لكثير من اللغات ومن ذلك العربية يقوم هذا المذهب الباطل على تقويم الباطن في زعمهم لأن الكلام الذي هو منطق فهو من نطق أي تكلمه هذا يقومه فنون مسموعة كالنحو عندنا نحن العرب ولكن الباطن بماذا يقوم فقالوا بمنطق اصطلاحي معنوي وقواعد عقلية ولهذا تضاربوا في التعريف الاصطلاحي لهذا المنطق الأرسطي وتوسعوا وقد قال فيه الجرجاني هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر أو أن يزل في تفكيره وأرسطو نفسه يعني يقول عن علمه هذا إنه آلة العلم أو صورة العلم وهنا ننتبه يا إخواني إلى أن هذه الاصطلاحات هي التي سنستصحبها في ذمنا لهذا المنطق وكيف دخلوا به على عقيدة المسلمين فرفضه العلماء وردوه ولا يفهم من هذا الرفض أن سببه فقط لأنه من عند الكافرين أبدا فإنه ليس كل ما أتى من عند الكافرين يرفض وإنما هناك أسباب عقدية شرعية معتبرة أولها أنه لو كان خيرا لسبق إليه من هو خير منه ومن أرسطو وهم الرعيل الأول من القرون الثلاثة الخيرية الذين عاشوا في سلامة وخير بمعزل عن هذا المنطق الأرسطي ولو كانت ديانتهم وصلاحهم يفتقر لهذا المنطق لأسسوه بطريقتهم ولكن تأسيسهم له بارعا بحكم أن الصحابة والتابعين من أذكى البشر ومن أقواهم عقلا وحكمة ويقتضي هذا شهادة الله عز وجل لهم بالرضى وكذا نبيه وكذا اختيار الله عز وجل لهم كي يكونوا صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم نقلة هذا الدين فالله عز وجل لما استعملهم في حفظ دينه هذا فيه إشارة إلى اصطفائهم السبب الثاني أن هذا المنطق الأرسطي وليد بيئة هي غاية في الكفر والشرك والشذوذ والعهر وكل انحراف وقال أكثر العلماء ومنهم ابن تيمية إن كفرهم وانحرافهم أبشع وأسوأ من كفر كفار قريش والجاهلين السبب الثالث أن المسلم يعيش لدينه ودينه غيب ووحي فإذا لابس المنطق الأرسطي فقد يستحسن بعض المسلمين ممن له عقل ضعيف ما في هذا المنطق من شركيات لا سيامة وقد تناول هذا المنطق العقائد والإلهيات وفصل فيها ولم يدعها وشأنها فقد يركن البعض لحمل ما في الإسلام على قواعد أرسطو ويظن أن هذا سائغ وقد فعله للأسف بعضهم فكان مآله الإلحاد والكفر ولهذا يقول الغزالي رحمه الله وربما ينظر في المنطق من يستحسنه ويراه واضحا فيظن أن ما ينقل عنهم من الكفريات مؤيدة بمثل تلك البراهين فاستعجل بالكفر قبل الانتهاء إلى العلوم الإلهية انتهى كلامه رحمه الله والسبب الرابع أن فيه تناقضات عجيبة لأن منطق أرسطو مبني على اليقين وهذا في جل القضايا التي تناولها ولكن إذا تعلق الأمر بالديانات لسيما بالدين الإسلامي أتوا بالأعاجب وبما لا يقره الوحي أبدا يقول الغزالي كما في المنقذ من الضلال لهم نوع من الظلم في هذا العلم وهو أنهم يجمعون للبرهان شروطا يعلم أنها تورث اليقين لا محالة لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط بل تساهل غاية التساهل لأنه لا يجتمع المنطق الأرسطي بالغيب ومن الأسباب أيضا أن مما ميز هذا المنطق كثرة الجدل والجدال بحكم أن من قواعده أن من شاء له أن يقول ما شاء وعليه تجرأ السفلة بالتفلسف على دين الله سبحانه وتعالى باسم اليقين والمنطق ثم يأتي من يخالف فكرة من سبقه فينتصر لمقالته ويصير الوحي مقزما ويقزم أيضا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام للقرآن الكريم وقد قال بعض العلماء فما دخلت هذه العلوم أي الفلسفية على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها انتهى كلامه وقلنا إن التاريخ يشهد بذلك ومن الأسباب أيضا أن هذا المنطق فيه لوازم خطيرة وهذا من أعظم وأخطر الأسباب لأن هذه اللوازم ينفيها الوحي وهي كثيرة جدا ومتشاعبة وبلغة صعبة ولغة مملة وعليه لا أشوش على تلاميذي بكثرة إيراد هذه الشبهات بلغتهم فأذكر شيئا يعني يسيرا من ذلك مثلا أنهم يقولون بقدم العالم وأن الله لا يسبق العالم حقيقة وإنما يسبقه ذهنا ومثلوا لذلك به المقدمة والنتيجة فالمقدمة تسبق النتيجة لكن ذهنا لا حسا والمقدمة تتضمن النتيجة إذن فالمخلوق موجود وجود الخالق والعكس إذن المخلوق خالق والخالق مخلوق والله المستعان وحسبنا الله وقد بيّن هذه المسألة جليا الغزالي رحمه الله في كتابه تهافت الفلاسفة أيضا مما برز هذا المنطق تفلسفه في صفات الله تعالى وهذا أكثر ما خاض فيه أهل الملة من الفرق الضالة حيث نافوها أو عطلوها كما سبق معنا في بيان عقيدة المعطلة وسلبوا معناها وجردوه سبحانه وتعالى منها باسم الفرار من التشبيه حتى جعلوه جماداء ومما اشتهر أيضا في مقالاتهم إنكار علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات فعندهم الله لا يعلم الجزئيات لا يعلم ما يحدث في الكون من تفاصيل إنما يعلم الكليات قياسا منهم لله تعالى بالمخلوق عياذا بالله قالوا الجزئيات تتجدد وتختلف وتتفرع وبعضها غاية في الدقة والتفصيل فعقلا يستحيل إدراكها حتى عند الإله فلما نقشوا في هذا قالوا بالتناقض قالوا إن هذا التغيير وهذا التجدد يقتضي تجدد علم الله تعالى وعلم الله تعالى صفة له وصفة لها حكم الذات إذن الذات حادثة متجددة عياذا بالله ولا شك أن هذا كفر بواح وطعن في الله عز وجل وخروج من الملة أيضا مما ميز هذا المنطق أنهم أنكروا النبوات وقالوا النبي هو رجل ألزم نفسه ما تسمونه يا مسلمون بالنبوة حتى صار يملك ما تسمونه أنتم بالنبوة ونحن نسميه بقوة حدسية ووصل لحد التأثير في بعض الأمور التي أنتم يا مسلمون تسمونها معجزات ونحن نسميها تأثير وكذا الملائكة والوحي كل هذا مجرد تأثير أنتم اصطلحتم عليه بالملائكة والوحي والمعجزات فإذا قلنا لهم كيف حتى يصير للرجل مثل هذا إذا أنتم تقولون أن هذا هو الذي ألزم نفسه بذلك كيف حتى يصير له مثل هذا التأثير قالوا برياضة النفوس والتأمل وهذا لا شك أنه غاية في البطلان ومما تميز أيضا كما قدمنا أن أصل هذا المنطق كان تشكيكيا في اليقينيات حملهم هذا على إنكار الأخبار المتواترة فقالوا التواتر مهما كان فإن احتمالية الخطأ والكذب واردة فيه وعليه لا ينبغي عليه العمل وإذا لم أقتنع به فلا يلزمني أحد بالعمل بالتواتر وهذا يا إخواني معلوم عند أهل السنة أنه من أوائل أبواب الوصول للزندقة والإلحاد في هذا المقام نقتصر على هذا القدر هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد